وكان سمو الأمير عبد العزيز بن سعود وأصحاب السمو المعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترق قد زاروا في وقت سابق معرض اكسبو 2020 في مدينة دبي حيث كان في استقبالهم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل انهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ انهيان بن مبارك آل انهيان وزير التسامح المفوض العام لأكسبو 2020 دبي وطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة وعرض حول ما يحتويه معرض اكسبو 2020 والمشاركات الدولية فيه